اشتركوا في القناة افادت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا بمقتل عشر عناصر من قوات النظام مساء اليوم الخميس باشتباكات مع مقاتلين محليين عند حاجز طريق تل الجابية غربي مدينة نواب ريف درعا الغربي واضافت ان مقاتلين المعارضة سيطروا على معسكر زيزون الذي يعد من اهم نقاط النظام العسكرية ومركز تجمع وتدريب لعناصر الفرقة الرابعة بريف درعا كما يضم عدد كبير من العناصر المحلية الموالية التابعة للفرقة واغتنم المقاتلون مضاد طائرات بعد سيطرتهم على المعسكر كما تمت السيطرة على ثلاث حواجز تابعة لقوات الاسد في محيط بلدة الجيزي شرقي درعا وتتبع الحواجز للفرقة الخمستاش كما سيطر مقاتلون من ابناء مدينة انخل شمالي المحافظة على حاجز المسلخ والحاجز الواقع على طريق بلدة سملين بالتزامن مع قصف النظام المستمر على مدن جاسم وانخل ونوى واكد المصدر الخاص ان عدد من عناصر النظام اعلنوا انشقاقهم على حاجز الراي غربي درعا بعد اشتباكات اسفرت عن مقتل القيادي من فصائل المعارضة الشيخ معاز الزعبي الملقب بابو الليس مع المقاتل الشاب اسامة عجاج كل الحب والاحترام للكم اخواتي الكرام فضلا وليس امرا لا تنسوا الضغط على زر اللايك ترفعونا الفيديو بزر اللايك تشتركوا بالقناة اتفعلوا زر الجرس تشاركوا الفيديو لكافة اخوانكم يلي ما عنده خبر شو عم بيصير بدرعا بتمنى اتوصلوا له الفيديو تحياتي للكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته